السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الملذين السؤال وهو ما هو فضل صلاة الترويح مع الإمام نذكره مع شيخ بكريم الخضير في كتاب حكام الصيام والقيام والتي كافة سفات الفطر يقول القيام المراد بالقيام جاء رحثوا على قيام رمضان والمراد بالقيام قيام في ليالي ويتم بصلاة الترويح على أن تكون مع الإمام ببداية إلى نهايته بحيث لا ينصرف قبل الإمام عملا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة أي ليلة التي صلى فيها ثم تكلم عن في الحرم وتنوى بالأم قال وفضل القيام أخرج البخاري من حديث أبي هرية رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان إيمانا واحتسابه غفر له ما تقدم من ذنبه يقول يعني من قام رمضان قاصدا من ذلك وجه الله مخلصا من ذلك لله جل وعلا لا يبعثه ولا ينهزه عن ذلك إلا الإيمان الواقر من قلبه واحتساب الأجر من الله عز وجل ترتب له على ذلك جواب الشرط وهو ما غفرته ما تقدم من ذنبه وجاء من حديث أبي ذري نضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة فهذا فضل عظيم لا يفرط فيه مسلم وأي حرمان أعظم بالنسبة لمن يسمع مثل هذه الحديث الصحيح ولا يقوم رمضان وقد يقوم رمضان ويتعب ويتعب نفسه ولا يحقق القيد الوارد في هذا الحديث الذي يترتب عليه الأجر إيمانا واحتسابه وتجد بعض الناس يصلي مجاملة أو يصلي مرآة لغيره فلا بد من أن يكون قيامه رمضان إيمانا واحتسابا والله أعلم